الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم يطل علينا شهر رمضان المبارك بإطلالة جديدة هذا الشهر العظيم والبركات العظيمة بركات الله الهائلة العميمة الغامرة مرة أخرى على مشارف هذه النعمة الإلهية الكبرى استيعاب هذا الحجم الهائل من النعمة يحتاج إلى استعداد الإنسان أكبر خطأ يرتكبه في الحياة عندما يعيش الحياة بارتجال بلا خطة عمل بلا خريطة سلوك أكبر خطأ يرتكبه الإنسان الحياة تحتاج إلى استعداد استيعاب مواهب الحياة يحتاج إلى تأهيل يحتاج إلى استعداد ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة هذه عدة مفعول مطلق يعني استعداد كبير هذا الاستعداد أساس استثمار الحياة ما يصير أن يعيش الإنسان الحياة بارتجال بكيفه متى يريد ينام متى يريد يستيقع ما يصير الحياة لها نظام لا يمكن الاستفادة من الحياة حتى في المستويات الضئيلة ما يكون بدون خريطة عمل ما يمكن لا يمكن أن الإنسان يتمكن حتى أهون الأمور يتقنها الإتقان مرهون باستعداد فكيف بالأمور الكبيرة هذه البركات الهائلة في شهر رمضان لا يمكن استثمار الشيء البسيط منها إلا بالاستعداد القضية تحتاج إلى رسم خريطة عمل مقدمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا قبل ما يدخل الشهر يحتاج إلى قرار وإلا إحنا حقيقة عمرنا كل بلا استعداد ما عدنا استراتيجية في العمل هذه الاستراتيجية يعني الاستراتيجية يعني خريطة عمل من أجل وصول إلى بعض الأهداف إحنا مترجلين في الحياة الإنسان ما عنده في راسه أي تخطيط من أجل أي قضية هينة فكيف بالأمور الكبرى شهر رمضان شهر الضيافة الله هل هناك استعداد لهذه الضيافة هذه حقيقة مشكلة كلش كبيرة خطأ يرتكبه الإنسان بشكل مستمر في كل المجالات الإنسان لا يستعد لفترة هرمه في أيام شبابه أبدا ما عنده أي استعداد فلذا فجأة يفاجأ بفترة الهرم لا يستعد للآخرة في الدنيا فجأة الموت يأتي بغتة فجأة يفاجأ أنه الملف تسكر ملف في الحياة الدنيا هذه شهر رمضان من أجل استيعابها هناك شعائر لشهر رمضان هذه الشعائر معروفة دعاء أبي حمز الثمالي قلاوة القرآن التزاور صلة الرحم الإنفاق إعانة المستضعفين هذه شعائر شهر رمضان هذه الشعائر جدا جدا مهمة هذه مظاهر شهر رمضان شهر رمضان إلى ماركات ماركة شهر رمضان هذه المجموعة من السلوكيات من النشاطات هذه الفعاليات أبرز مظاهر شهر رمضان هذه مفاتيح هذه الأدعية هو الصوم باللسان صائم الإنسان يدعو كلها مهمة جدا مفاتيح رحمة الله هي هذه الأمور التي تسمى شعائر شهر رمضان مظاهر شهر رمضان ولكن هناك شيء أهم جدا جدا من كل هذه المظاهر في شهر رمضان ماذا يجب علي أن أفعل هذا شيء تقريبا بشكل عام معروف لدى الناس في شهر رمضان كيف يتصرف الإنسان أكو شيء أهم بمثابة أن هذه الممارسات في شهر رمضان تعتبر بمثابة الجسم لشهر رمضان أعضاء شهر رمضان أكو شيء يعتبر روح شهر رمضان يحاول الإنسان أن يكون في شهر رمضان يحقق مرتبة جديدة من الإيمان في شهر رمضان هذا يفوق كل الشعائر الإنسان في هذه السنوات الماضية كان يمارس هذه الشعائر هذه السنة يجب يزيد يجب يخلق قيمة جديدة في شهر رمضان خلق قيمة جديدة شيء الذي عمره لم يفعل يضيف إلى هذه الممارسات التي تعود عليها يضيف شغلة بحياته لم يفعل ويلتزم فيها ويخلقها تبقى في طول أيام حياته هناك رواية صحيحة السند جدا جليلة خمس كلمات هذه الرواية خمس كلمات كل مختضبة الروايات على كل حال روح الحياة إذا سلم شهر رمضان سلمة السنة نص الكلمة إذا سلم رمضان سلمة السنة خمس كلمات الإنسان في هذا الشهر يمكنه أن يحقق يخلق قيمة جديدة في حياته شرف جديد سلوك جديد يقرر قرار جديد ويلتزم بهذا القرار يتمكن أن يستمر فيه قيلة أيام السنة هذا أولا فانيا لا يكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ورسول الله صلى الله عليه والهوارد هذا الحديث قال لا يكن يوم صومك كيوم فطرك لازم إنسان يغير لا يصير يعيش لاحظوا كلمة صوم فطر يعني بالنتيجة إنسان في شهر رمضان يصوم لا يكون كيوم الفطر هناك يمكن إشارة أنه لا إضافة على الصوم والممارسات المرتبطة بالصوم والإفطار والإطعام كذا خلي يكون تغيير في حياتك غير هذا العلوان الأول تغيير التغيير يكون كيف أبرز مظاهر التغيير اخلق قيمة جديدة هذا واحد ثانيا اجعل هذه القيمة قيمة تنافسية لا تخليها قيمة لنفسك لا حولها إلى بضاعة تنافس عليها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا شهر رمضان خلي يحصل تنافس على هذه البضاعة التنافس تأكيد هذا فليتنافس صيغة أمر يحصل الإنسان على شيء من التنافس يعني شنو أحاول أن أكون أفضل من الآخر في دعاء أبي حمزة في تلاوة القرآن في أخلاقيات شهر رمضان في سلوكيات شهر رمضان في فعالية هذا تنافس أقلا ليس أكثر من الناس الآخرين أفضل من أخوي وأهلي وأقربائي محاولة إيجاد التنافس اجعل القيمة التي تخلقها اجعلها تنافسية هذا ثانيا شايفين في السوق شلون أكو بضاعة تارة تدخل في مجالات التنافس تارة البضاعة مغمورة لا التنافس مهم شيء الثالث ميز هذا التنافس بالفرادة اجعل بضاعتك بضاعة فريدة ولا تجعلها أفضل البضاعات المنافسة على الأفضلية قاتلة أنت تريد تكون أفضل الناس وين يقدر الإنسان هل قد الله عنده عباد صالحين هل قد عنده الله تبارك وتعالى عباد أنت تريد في مسألة العبادة تنافس الآخرين وتكون على الأفضلية ما يصير ما يصير وياكو ناس من الصبح للليل في العبادة ومن الليل للصبح ما ينامون في العبادة المنافسة على الأفضلية كارثة متعبة متعبة مؤلكة مجهدة مكلفة لا تنافس الآخرين على الأفضلية صعوب فس إذا أنت صرت أفضل من أخيك مثلا هذا أهون الفروض وين الإنسان يقدر يصير أفضل من الناس أفضل من آبائه اللي ماتوا رحمة الله عليهم المنافسة على الأفضلية والإنسان إذا لا ينافس على الأفضلية ينافس على ماذا أكو هناك منافسة على التميز على الفرادة اجعل بضاعتك فالبضاعة لا تشبه لا تحتاج إلى أن تدخل في منافسة معهم على الأفضلية صعب المنافسة على الأفضلية مهلكة حقيقة ملايين الناس أكو وين إنسان يلحق هذا كل واحد منهم تشوف عنده صيانة حاول أن تخلق قيمة فريدة اللي الآخرين ما يسووها ومو ملتزمين فيها أنا أريد أقرأ دعاء أبي حمزة أفضل من الآخرين هو هذا واحد من عشرات الشعائر لشهر رمضان ما يمكن حتى هذا ما يمكن أنا شايف ناس يبدأ بدعاء أبي حمزة من أول إلى آخر لا يتوقف عن البكاء من أول من أول من أول أول من أول من أول دمعة لا تنزل بالكاد يمكن كلمة كلمتين في بعض جمالات دعاء أبي حمزة الإنسان تحصل عنده جحالة ما يصير هذا على قضية واحدة من عشرات الشعائر في شهر رمضان ما يمكن الإنسان يحقق تنافس وفي ذلك فليت أما من نوع الأفضلية أكو مجال حقق تنافس من نوع تميز من نوع فرادة مثال كثير أكو هذا واحد من الأمثلة ربما ربما يكون من أبرز الأمثلة إذا واحد يراجع الأدلة والروايات يشوف بعض الممارسات التقوائية عند الله تبارك وتعالى جدا مهم أكف مثال أريد أمثل هذا المثال حتى يبقى الإنسان يفهم كيف الفرادة والتميز خلق قيمة تنافسية فريدة مثال الصمت الإنسان يحاول يختزن لسانه هذه قيمة فريدة هذه ليست منافسة على شيء يلتزم به الناس عامة الناس عندهم فلتان في هذا المجال إنسان يقرر في شهر رمضان هذا المجال يلتزم أمير الممين عليه الصلاة والسلام يقول والله كلام أمير الممين نهج البلاغ والله هذا نص كلام أمير الممين ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه يعني كل هذه الانضباطات التي نضبط عيوننا مثلا عن رؤية مثلا محرم صحيح نضبط سلوكنا تقوى هذه أمير الممين هذا نص الحديث حقيقة هم صريح ما بيضموظ كل تقوى يلتزم بها الإنسان لا تنفعه الإنسان حتى يختزن لسانه ما أرى يحلف الإمام أمير الممين ما يقول والله ما أشوف أنا ما أعرف تقوى تنفع للإنسان هذا نهج البلاغة حتى يختزن لسانه الإنسان الذي ينضبط في كل المجالات يلتزم بالأمر الإلهي لكن لسانه منفلت هذه تقوى مدفية آيات قرآنية عديدة أكو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شوفوا هذا القول السديد يصلح التقوى آيات عديدة وليخش الذين لو 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 تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إذا عندك ذرية تخاف عليهم الآن تخاف عليهم بعد الوفاة إنسان ما يدري ذريته أولاده أحفاده وين يرحون إذا أنت عندك خوف قلق اضطراب توتر على أن مدى ذريتك شنو يصير يجري عليهم البلاء شنو راح يصير مثلا نتيجة حياتهم خافوا خافوا عليهم فشنو فليتقوا الله دير بالك تصرفاتك تنعكس عليهم عجيب وليقولوا قولا سديدا هذا اللسان كارثة أكبر كارثة خلقها الله تبارك وتعالى هذا اللسان فتشيح غريب حقيقي فالمخلوق ما إلى نظير اللسان ما إلى نظير أبدا كل أعضاء الإنسان تعصي الله وكل أعضاء الإنسان تطيع الله تبارك وتعالى بس الفرق كبير الأعضاء تعصي رب العالمين محصية محدودة اللسان يعصي رب العالمين بلا حدود كلمتين بمقدار مليون سنة معصية العين اللسان يعصي بكلمتين العين غاية ما يمكن أن تحقق معصية الله تشوف عورة واحد آخر هذه بعد أكثر من هذا أكو حجم المعصية الإلهية الأعضاء كل هاي الشكل اليد غاية ما تعصي الله تبارك وتعالى أن تقتل إنسان بعدين أولا مو كل واحد يقدر يقتل إنسان نادر من الناس يتمكنوا أن يرتكبون هذه المعصية أن يقتل إنسان وبعدين العملية مو سهلة تكلفتها وايد يعني مو كل واحد اللي يتمكن يقدر يدفع التكلفة حتى أولا المتمكنون من ارتكاب هذه الجريمة قليل من الناس ليس كل واحد فقير طايح حظ ضعيف الحال مستضعف يقدر يقتل الإنسان والذي يتمكن من قتل الإنسان العملية مجهدة أما اللسان تشوف أي واحد فقير مغمور ضعيف وبدون إجهاد يحرك لسانه حركتين كفر الله يصير في فادمخلوق رهيب هذا اللسان الله ما خالق فادمخلوق مثل اللسان في نفس الوقت اللي هو اللسان يطيع الله كلمة واحدة الإنسان يقول لا إله إلا الله في الروايات يهز العرش عبارة واحدة كلمة واحدة جملة واحدة يصلي على محمد وآله محمد كلمة واحدة من صلى علي مرة صلى الله عليه ألف مرة في ألف صف من الملائكة شنو يعني شنو يعني شنو يعني كلمة الله يصلي وفي ألف صف من الملائكة صف ومألف عدد يعني شنو أصن هاي المفاهيم والله ما أدري هذا اللسان عجيب فتم مخلوق رئيب إنسان كلمة واحدة يعصي بها يدوس على شرف ملايين بشر بكلمة واحدة يدوس على شرف يعني يخنق شرف ملايين الناس كلمة واحدة الإنسان لما يتعرض يجيب طار الآخرين بس تجيب اسم الشخص بالك بالك دير بالك لا تتجاوز الحدود حتى لو معتدي حتى لو ظالم حتى لو يستاهل بس الحدود لزمها إذ يتلقى شفوا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال يقعيد أكو ملكيا كل تصرفات الإنسان يسجلوها خب اللسان من جملة التصرفات لا هذا ما يسجلوا هذول القاعدين أبدا ما يسجلون آية ثانية وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا شكل آخر فترقيب عتيد عتيد يعني محترف ذولاك الملكان الله ما يوصفهم أنه محترفين اللسان إلا فتر حساب خاص كل الأعضاء العين ما صحيح إذ يتلقى المتلقيان يتلقون كل شي حتى القلب العين ينسنة معصية كلمة واحدة يقولها في الروايات أكو النبي صلى الله عليه واله قال أنه الزوج الزوجة الواحد يقول للآخر مثلا أنت بعمرك ما سويت شي شلون إنسان بكلمتين بعمرك أنا هل قد قدمت خدمات النتيجة صحيح هفواتي كثيرة ما يصير تحكي أنت بعمرك لو بقضية حتى في المجال العائلي في المجالات الاجتماعية فلان شخص معتدي على حقوقي مأذيني سنوات مأذيني ولا تنسوا الفضل بينكم نحن نقعد براحتنا حقيقة الكلام جدا سهل إنسان يطلقه بس ما يدري أن هذا إطلاق الكلام كلمة واحدة تجلب نقمة الله نحن مشكلة أنه المعايير ما نعرفها يعني إذا وقولوا قولا سديدة سديد فعيل فعيل يعني مبالغة مو سميع عليم السديد هذا فعيل يفيد المبالغة سميع يعني عليم يعني من أسماء الله تبارك وتعالى يعني بكل شدة لازم إنسان يواضب الكلمات الكلمات كل خطيرة نحن لا ندري صدق ما سديد ما يقعد كلمة واحدة ينتقد أمير المميع عليه الصلاة والسلام يقول رب كلمة في نهج البلاغة في وصيته لابنه ابنه ابنة الحنفية يقول رب كلمة سلبة نعمة كلمة واحدة هاي نعمة متوارثة ابن عن جد الآباء تحملوا عناء ورثوني نعمة كلمة واحدة أقول نعمة كاملة ترور نعمة نعمة كاملة قارث هذا الكلام رب كلمة مو جملة سلبة نعمة كلمة لا كلمة ايه واحد يقول لك شغلة ما تدري انت حدود الأحكام مو معلومة مو حدود الأحكام أصلا الحياة كلها مو معلومة نحن اشدران شنو أبعاد الحياة انسان فلان شي يقول ايه فلان شي يقول لا كلمة لا يقول ها يتحمل وزر كل ما يجري على هذه الكلمة فلان شخص يقول انه مثلا انطي فلان فلان مبلغ يقول لا 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 يحتاج مناع للخير مناع للخير معتد أثيم ليش تصير منع خيرت انت شخص انت شين قص حتى لو ما يستاهل ذاك انت لا تقول كلمة لا 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 تقول ها على الاسف احنا في ظروف نعيش نقعد بالنتيجة الانسان موجود مخلوق اجتماعي هاي اجتماعيتنا قارثة نقعد وما نقدر منح شي ما نقدر من تقول القصة القصة ما ادري تحدث نتيجة راح ينفع الشخص بهذه القصة يروح يسوي مكسورة وإلى يوم القيام الانسان في في نفس الوقت اللي هو الكلام قال امير الممي عليه الصلاة والسلام افيضوا في ذكر الله يعني لمن تذكر الله لا تقول شوية افيضوا يعني هل قول الى ان يحصل فيضان شايفين الاناء لمن يحصل شيء من افيضوا في ذكر الله فان له دوي تحت العرش ذكر الله ويقول امير الممي عبارة فان له هذا العبارة هالشكل دوي فان هو تذكير لصاحبه عند كل خير يقسمه الله تبارك وتعالى انت لمن الله يقسم خير بالعرش جاي يكتب باللوح المحفوظ جاي يكتب فانت جاي لمن تذكر ذاك الوقت اللي الله ينزل خير رح يصير لك نصيب فان تعبير تذكير لصاحبه عند كل خير يقسمه الله تعالى وله دوي تحت العرش انت تقول لا اله الا هذا يولد فد موجة تصيب كل الملائكة هذا شوفوا اللسان منها الصوب لاحظوا العبارة هذه ايضا في نهج البلاغة شوفوا ما خلق الله هذا نص كلام امر المؤمنين في نهج البلاغة ما خلق الله عز و جل احسن من خلق الله يعني الزنا مو اقبح من الكلام ما خلق الله ولا احسن من الكلام يعني الانسان شنو يسوي عمل خير هل قد على كل حال يسوي اعمال خير هذه مو احسن من الكلام بعدين يقول بالكلام ابيضة الوجوه هذا حصرها يعني بيض الوجه بالكلام وبالكلام اسودت الوجوه فإن اللسان كلب عقور كلب عقور شوفوا الجانب السلبي في اللسان اهم امير المؤمنين الآن يتصد في بيان الجانبين لكن هذا الجانب السلبي كل كل اساسي انسان يقرر انه ولا واحد بالمئة عشرة بالمئة يختزن اللسان لا يحجي فالشغلات لا يقول ما تصير لا يبدي نظار اصلا نبدي نظر النظر خمو مستقيم احنا خمو محترفين ما ندري نقول مسألة شرعية مو مضبوطة عدنا هذه تولدنا الف سنة في المحشر انساني اخرى الله تبارك مو مهين القضية هذه احكام الله تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تدوس على حدود الله كلمة واحد انسان يدوس على كل احكام الله كلمة واحد يتعرض للاشياء الخطيرة عند الله الله فاد اشياء عنده جدا خطيرة شعائر الام علي مصر وصال جدا خطيرة قضايا جدا حساسة عند الله الروايات واضحة هج قاعد الانسان كيف برفاهية يطلق الكلمات قارثة هذه حقيقة خطيرة جدا جدا هذه قضية مرتبطة بكل السنة بس اذا سلم شهر الرمضان سلم السنة انسان يحاول فقط في شهر رمضان بعدين الله راح يوفقه بقية السنة شهر واحد قرر قرار التزام ابرز مصاديق الاختيار لاحظوا في عملية ثلاثية الابعاد اخلق قيمة جديدة ليس صعبة صعبة نعم في الالتزام صعب ما يحتاج الانسان يروح على كل ينفق على الملايين يبني مثلا آلاف المساجد صعبة ديج ديج كلش صعبة بس الانسان يختز اللسان قرار امير المام الصادق عليه الصلاة والسلام قال انما هي عزمة ارادة واحدة قرر الانسان هذه مئة بالمئة ما يمكن شي فش شي مفروض كل شي انسان يقول مفروض الانسان اذا قال امير المميع عليه الصلاة قال صلى الله عليه واله لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فمن استطاع منكم ان يلقى الله يوم اللي تريد تلتقي بالله شي ينواض بها اولا هذا ايدك هي راحتك كفك خلي لي يكون فيها ظلم شنو يا ظلم دم انسان لي يكون بها شوف النبي صلى الله عليه ينبه على ابرز الامور فمن استطاع منكم ان يلقى الله تعالى وهو نقية الراحة من دماء المسلمين وسليم اللسان من اعراض هم شوف شلون دماء يخلي النبي صلى الله عليه والله سياق الحديث وين هذا اللسان يوم القيامة بس انت تلتقي بالله بشغلتين كل زين فليفعل اولا ايدك هذا الحمد لله رب العالمين محسوم لنا ان شاء الله ما راح ان شاء الله نبتلى ان شاء الله خضية مو معرخ في معرض الخطر ولكن الثاني سليم اللسان من يقدر يكون سليم اللسان نحن كل دقيقة كم قنبلة ذرية حقيقة قنبلة ذرية هذا اللسان فد مخلوق عجيب الانسان اذا يريد يعصي الله هواية ما يقدر يعصي الله هواية ما يقدر يلعب بالمعادلات هواية انا قدر عندي قدرة اقدر اصير فرعون ما اقدر مو كل واحد يقدر يصير شكل نادر من الناس يقدرون طغات يقدرون يلعبون بمصالح الله عدل ما نقدر نحن نلعب بمصالح الله بس هذا اللسان يقدر يلعب بكل مصالح الله وكل مقدرات رب العالمي يقعد يلعب بالأحكام الشرعية يلعب بأعراض الناس أعراض الله هذه انما تحجي تحجي دير بالك صدقوني الإنسان تجربوا إذا فد يوم إذا فد يوم فاتتكم صلاة الصباح أقعد تفكر شوف لابد قايل فتشلم اعتداء على عرض شخص حتى لو يستاهل ذاك بس انت شوية مزود الفتيلة مالته هاي إنسان يحصي من الله منها منها صوب الله يحرم صلاته يحرم عبادته وهذا الحرمان والله ماكو أكبر منه حرمان شهر رمضان إذا الإنسان يريد يتوفق ل عبادة الله يقرأ دعاء عدل يقرأ قرآن عدل خليش هاي هذا اللسان يضبط شوفوا راح يتوفق راح يتمكن يأدي هذه الشعائر بأعلى الدرجات يتمكن لاحظوا الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به نهج البلاغة ما دام الإنسان ما فالت الكلام في وثاقك فد واحد الوالد ينقل قصة عن رجل عالم كبير عالم كبير قصة أنا ذاكرها معروفة بعض الناس يعرفوها عالم كبير ميت ابني يشوف بالرؤية عالم مرجع هالله هالله وتدري فدمة الدين شوف في أحسن حال في جنات وعيوم وزروع ومقام كريم فجأة يشوف الوالد المرجع هذا يقوم يضطرب ويقوم يخاف في وقت اللي هو في رغادة العيش وإذا يلتفت الولد يشوف حيوان عقربة كالجبل متوجهة بصوبة يقول اجي اجي اجت هذه العقربة تقدمت هو بلا ارادة طلع لسانه كالجبل هذا ذيل مدت الذيل على لسانه ضربت الأسعة الأسعة صار أسود وأصفر وأحمر وأبيض وقلب بعدين أخذت ضربها وراحت وهذا على كل حال فترة طويلة إلى أن يستعاد الأب حالة الطبيعية الولد يقول أبويا هاش سالفة هذه شون القضية انت انت بالجنة شون هاي قال أبو يقول يقول هاي كل يوم حالتي هذه وكم مرة هاي حالتي أنا في رغد العيش وكل أمور زيانة بس هذه موجودة في حياتي وقال للإبنة توسل قام يتوسل بالولد لحق علي خلصني من هاي الكارثة كل يوم قلت لي شنو شلون خلصت قل لأمك روح قبل ما تموت هذه روح أطلب منها تغفر لي كلمة اسمها كذا يقول أنا فديوم ذكرت اسمها بتنابز الألقاب ولا تنابز بالألقاب سكينة اسمها قلت له سكو ولا تنابز بالألقاب هاي كلمة واحدة يقول يقول شفت أنه امتعظت فأخذت عليها بين فترة وفترة خابر للنسان بعد مع مرت وخاي بعد ما القضية مات الله ما يفوت القضية مصيبة المصيبة مصيبة الله كلمة واحد عالم متقي عاد يقول هاي حالتي الآن وقبل ما تموت رح أخذ منها تغفر لي وإلا هذا إن الله آل على نفسه ألا يجوزه ظلم ظالم فالمر تشيل إيدك تهف راجدي بوجه واحد والله القضية بالقياس إلى اللسان لا شيء كلمة تقول شرف الطرف يروح دير بالك التلتع الشكل على أي أساس حتى لما الإنسان يكون مسموح لها لازم يقول قول سديد القضية بها حسابات القضية بها حسابات دقيقة جدا هذا اللسان لتفلت اختزنا أقل لأن الإنسان حتى لو ما يدري شنو حتى لو كلام صحيح مية بالمية يريد يقول نعم ذكر الله طاعت الله دعاء قرآن فلت اللسان كل ما تقدر اذكر الله اللسان بجانبي الجانب الإيجابي الوجه الإيجابي والوجه المشين له وجهان الوجه الإيجابي أن اللسان ما خلق الله أحسن منه بس شنو عندما يتحرك بشنو بذكر الله وقرآن ونصيحة وهداية وتعال شسمه تعال صير كذا تعال فك منها هاي أما عندما نتكلم كلام ونتحدث هذا رأسا هذا الوجه المشين حقيقة المشين للسان إلا فهد وجه مشين لا يضاهيه أي شيء في الحياة كله الغيبة النبي صلى الله عليه وآله يقول أشد من الزنا هذا من المسلمات قال أمير الممين عليه الصلاة والسلام حقيقة من أبرز أروع روائع نهج البلاغ العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت العافية يعني حذف المتعلق يفيد العموم العافية يعني عافية الدين عافية الدنيا عافية الآخرة عافية الرزق يعني رزقك لا يصيب عافية عافية الأولاد عافية تربيتهم العافية حذف المتعلق يفيد العموم أمير الممين لا يقول عافية الدين عافية الأولاد عافية التجارة يعافية الجسم العافية كلمة العافية في اللغة العربية ما تخص الجسمها العافية يعني السلامة في الدنيا إن شاء الله لا تنسوا دعاء العافية اقروه بالخصوص في أيام شهر رمضان بالخصوص في ليالي القدر الوالد كان دائما يأكد علينا أنه هدعى العافية في الصحيفة السجادية اللهم ارزقني العافية اللهم جللني العافية اللهم ارزقني العافية عافية تولد العافية دعاء رهيب حقيقة العافية مو معنى السلامة الجسم بس لا يعني السلامة في كل أبعاد الحياة العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصنت الله أكبر وواحدة في ترك مجالسة السفاة هذا بقي الحديث قضية كلش مهمة إنسان يختزل هو المنتفع إن أحسنتم أحسنتم مو فقط جاي تحسن للآخرين أنت المنتفع تسعة يعني تسعة أعشار العافية تصيبك نحن الآن حقيقة حياتنا كلها دمار في كل أبعادها أكو مشاكل من أين جاي من أسباب كثيرة تسعين بالمئة من هذه الأسباب هو اللسان هذا كلام من المؤمنين هذا ناجي البلاغة عجيب هذا الآية الله يقول لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله يقول ما أدري تشكرون ما تشكرون شهر رمضان وبركاته العظيمة مقررة بفلسفة خاصة الفلسفة أنه لازم تصوم ولازم على كل حال تكبر الله على هذه العظمة وهذا الضيافة الهائلة والعنوان الثالث الله يقول ما أدري تسووه ما تسووه اشكروا هذا اللسان خليه يشكر ما يشكر كله يشتكي كله شكاية كله طلب حاجة هالك حاجة الله منطيك كم شكرت الله في القرآن يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله يقول أنا ليش أعذبكم ليش أعذبكم أنا ما يفعل الله هالإنسان لم يشكر هذا اللسان ما يتحرك شكر هالكت نحمى هالكت فضل من قمة الرأس إلى أخمص القدم مليارات العمليات أكو في كل ثانية هذا مثل المسلمات أكو الجسم شكد عملية الأيض الأكل الإنسان يأكله يحول هذا الأكل إلى حديد أو إلى بوتاسيوم أو إلى كاليسيوم مليارات العمليات هذا المخ يقولون في كل ثانية ما أدري في كل ثانية أربع ملايين وكذا عمليات كل هذه الجسم جاء يتحرك حتى يشنوا تكون في عافية تكون في سلامة فض مقدار فض موضع من الجسم يعور الإنسان دائما الإنسان يشتكي لا يخالف اشتكي لله الله كريم يحب هذه الشكاية هذه شكايتك عند الله هذه شكاية حلوة حلوة جميلة الله يحب بس وين الشكر وين الإنسان يشكر من يشكر الله هذا اللسان هذا الجانب الإيجابي الرهيب في اللسان رهيب رهيب حقيقة كلمة واحدة تقول الخيرات في الحياة تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات هاي كلمة واحدة تصير مليارات الحسنات مو وين العين تقدر وين الإيد تقدر وين وين الانسان يقدر كلمة واحدة يقول الله ينزل مليارات الحسنات على البشر كلمة واحدة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات تنزل كلهم كلهم يحظون ببركات رب العالمين وفي كلمة واحدة الإنسان يكفر كلمة واحدة يقولها كفر مو بالضرورة الإنسان يكفر الله معناته أنه يحجي خلاف التوحيد لا الكفر تدري سهل العياذ بالله في روايات أكو الغيبة كفر النميمة كفر كفر هذا مو كفران كفر في الروايات أكو كفران يعني كفران نعمة حقيقة هذه من أهم الأمور إذا الإنسان يتمكن يقرر قرار واحد في جهر رمضان شوية يواضب على هذه تصريحاته بس شوية يختزن مو يواضب عشر كلمات يقولها فتكلمة ليقول يفلت بعشرة وبواحدة ليفلت يختزن خاصة إذا كانت مو كلش مهمة هذا التمرين يتمكن الإنسان أن يخلق قيمة تنافسية شوف شنون الآخر أقل يحجي أنت أقل يحجي منك والمهم أن تكون متميزا مو أنك الأفضل اخلق قيمة تختلف عن قيم الآخرين مو أن تكون الأفضل مو مشكلة صعوب حقيقة الأفضلية الأفضلية جدا صعبة تكون في التقوى أفضل في صلاة اللي الأفضل في عبادتك أفضل صعوب صعوب كل شيء صعوب ولكن في قضية واحدة تنافس مع الآخرين في اختزان اللسان هذا كمثال وربما يكون من أبرز الأمثلة في خلق القيمة التنافسية يمكن أن يكون من أفضل الأمثلة في القرار الذاتي أن الإنسان يضبط حياته في هذا الشهر الفضيل اللهم تبارك وتعالى أسأل الله تعالى بحق أوليائه الطاهرين أن يجعل هذا الشهر العظيم قبل ما يرد علينا يجعله يقرر رب العالمين بأمره بإرادته أن يجعله أفضل الأشهر المباركة في كل أيام حياتنا يجعله مباركا بطاعته والالتزام بطاعته والكف عن معاصيه والابتعاد عن الشيطان والإبليس ويتمكن الإنسان في أفضل الأعمال يعقد أفضل العلاقات في هذا الشهر الفضيل مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة